اشتركوا في القناة ورفع الجميع إلى صاحب الجلالة أصدق التهني وأطيب التبركات بهذه الذكرى المجيدة معربين عن عظيم الفقر والاعتزاز بما حققته المملكة بفضل قيادة جلالته الحكيمة من إنجازات شاملة ورائدة في جميع الميادين والتي جعلتها تحظى بما كان رفيع ومتقدم بين دول العالم ضارعين إلى المولى جل جلاله أن يحفظ جلالته ويرعاه ويسدد خطاه ويمتعه بوافر الصحة والسعادة وطول العمر لمواصلة قيادة مسير التقدم والنماء المباركة التي تشهدها البلاد في عهده الزاهر ورحب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بالجميع وباد لهم التهنئة بهذه المناسبة العزيزة معربا عن شكره وتقديره على مشاعرهم الوطنية النبيلة مؤكدا جلالته أن ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني انطلاقة شاملة في مسيرة التحديث لمؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية وأن ثوابت الميثاق بروحها المتجددة ورؤيتها الواعدة ستظل دافعا لأبناء البحرين نحو المزيد من البناء وتعزيز دور المؤسسات التشريعية وفتح آفاق أرحب المشاركة الشعبية وفق النهج الديمقراطي المتطور وفي حفل الاستقبال أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عن ارتياحه وسعادته بالحضور الكبير للشباب من العائلة الملكة الكريمة وقال جلالته إنه ليسعدني كثيرا حضور أبناءنا الشباب في هذا اليوم التاريخي لوطننا العزيز لما يبشر بمستقبل مشرق أساسه الالتزام بخدمة الوطن والمواطنين كل في موقعه وإنني أرى ذلك في هذه الوجوه الكريمة الواعدة التي لم تتخلى عن درب الآباء والأجداد الذين أسسوا هذا الوطن العزيز وبنوه خير البناء متطلعين إلى مواصلتهم للعطاء على هذا الأساس المتين تجاه مستقبل باهر يؤكد دوام المكان العالمي بين الأمم لمملكتنا العزيزة كما أن جلالته وأيده الله شعب البحرين الكريم بهذه المناسبة الغالية سائلنا الله جل وعلا أن يعيدها على الجميع بمزيد من التقدم والرفعة والازدهار وأشهد جلالته بجهود أهل البحرين الطيبة وإخلاصهم في البذل والعطاء في خدمة وطنهم وحماية مكتسباته مؤكدا جلالته أن البحرين تسير بعون الله بخطا ثابتة نحو المزيد من التنمية والتطوير بتكاتف أبنائها ومساعيهم الخيرة للبناء على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات في كافة المجالات وخلال اللقاء جدد جلالة الملك المعظم وقوف مملكة البحرين وتضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا وشعبيهم الشقيقين وتقديم كل ما يمكن من الدعم والمساعدة لتجاوز آثار وتداعيات الزلزال الأخير معربا عن تقديره واعتزازه بجهود الإغاثة الإنسانية التي يقوم بها فريق البحث والإنقاذ التابع للحرس الملكي بقوة دفاع البحرين في مهمة عملية سواعد الغيث في المناطق المنكوبة بجمهورية تركيا بمتابعة سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وبالوقفة المشرفة للمواطنين والمقيمين بتجاوبهم الكبير مع الحملة الوطنية التي تنظمها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لمساعدة الأشقاء في سوريا وتركيا والتخفيف عنهم جراء هذه المأساة الإنسانية مقدرا العمل الإنساني الذي تقوم به المؤسسة الملكية ومساعيها الخيرة في هذا الشأن وأكد جللته على الدور الإنساني النبيل الذي تطلع به مملكة البحرين ونهجها الأصيل في إغاثة المحتاجين والمتضررين من الكوارث المختلفة في بلدان العالم الشقيقة والصديقة وقد التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر